بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله نستكمل الكراءة في كتاب الكرآن تدبر وعمل في الصفحة الرابعة صورة البقرة الجزء الأول بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فإن قيل ما وجه التشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيههم بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة ويرجع هذا قول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا السؤال هنا ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت الوقف الثاني صم بكم عمي فهم لا يرجعون قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير بكم أي عن النطق به عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم السؤال لماذا وصف الله سبحانه وتعالى منافقين بأنهم لا يرجعون الوقف الثالثة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إنما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطورة وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير السؤال ما وجه ختم الآية بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء الوقف الرابع يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون عبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا السؤال بين أنواع الناس المدعوين في الآية الوقفة الخامسة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائح واكتمعت عليه الكتب وهو عمود الخشوع وعليه مدار الظل والخضوع السؤال في هذه الآية رابط للعبادة فما هو الوقفة السادسة وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي؟ ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائفا ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الظاهرين وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنهم إلى زمننا هذا ولا يمكن أن يتأتى ذلك لأحد السؤال هذه الآية تدل على معجزة ظاهرة للكرآن الكريم وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبدأ سبحانه بالناس لأنهم والذين يدركون الآلام أو لكونهم أكثر إيقادا من الجماد لما فيه من الجلود واللحوم والشحوم لأن ذلك مزيد من التخوير لماذا قدم الناس على الحجارة في إيقاد الناس التوجيهات وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين يا أيها الناس وعبدوا ربكم التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى سبب لزيادة اليقين والإيمان في قلب العبد التوجيه الثالث من الخلل العقلي والشرعي أن يكرمك الكريم أن يكرمك الكريم ثم تشرك معه غيره أعوذ بالله العمل بالآيات اللهم أعزوكنا العمل بالآيات الله اقرأ اليوم مثلا واحدا من أمثلة القرآن واجتهت في فهمه نور القلب بيد الله سبحانه وتعالى فادع الله بقولك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا الثالث العمل سأستأمل هذه الآية ثم استخرج منها فائدة وارسلها في رسالة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عن الكلمات بكم أي لا ينطكون بالحق كصيب أي كمطر شديد اللهم أعزوكنا العمل بالقرآن وتقبل منا رب العالمين